اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والظهر وهو عند الله عظيم هؤلاء جميعا اجتمعوا تحت راية واحدة وكان الشعار الاول اخوة الصادقة والاخوة الصادقة قد قد اثرت ايمانيا في هذا المجتمع فانتشر فيه الوآن والالف والمحبة والقوة والتمكين كان سببا فيها التمكين كما سيأتي رأينا الامانيات ما بين ابي بكر وبين بلال ويقول مفتخرا عمر بن خطاب بلال سيدنا وأعتقه سيدنا مصعب بن عمير أتدرون من مصعب بن عمير وما مصعب بن عمير كان النساء يقولنا كنا نعرف مصعبا عندما يسير نشتم رائحة العطر والطيب الذي كان يضع وكان منعما مرفاها جدا في مكة عندما دعب الإيمان بشاشة قلب دعبت بشاشة الإيمان قلب مصعب بن عمير وشغاف قلبه وترسق حب الله وحب رسوله في قلبه هاجر وترك الدنيا وتلق بالله قد تلقها ثلاثا قال لها بتتكي بتتكي ثلاثا وكان من أزهد الناس حتى من العجب العجاب هذا المرفه هذا المنعم لما قتل في أحد وكان أجبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هو إن شاء الله يكون معه في الجنة يأتون بالكفن إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدى رأسه هكذا هذا الذي كان منعما مرفا ذهبت الدنيا عنه وتلقى هو ثلاثا بتها يعني طلاقا باتا ببينونة كبرى لا رجوع فيها بحال من الأحوال ذهب إلى المدينة داعيا سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم السفير داعيا إلى الله جل وعلا وانظر إلى سر الإخاء لما أسلم على يدي كثير من الأنصار عبد الله بن رواحة وغير عبد الله بن رواحة ولما جاء سعد بن معاذ وقال هذا لو ذهبت إلى مكانك وأتاك من أتاك يعني لا تشغن في مجالسنا لا تشغوش علينا قال وغير ذلك قال ما ذلك ما تريد قال أن تجد وتسمع إن أحببت ذلك فالحمد لله هذا الذي نريد وإلا فعنا ما فعلت قال أنصفت الرجل كان طالبا للحق ليس طالبا للهوى ليس جاحدا ليس منكرا كما وصف الله فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو فلما سمع آيات الله دخل الإيمان في قلبي فآمن القوم بعده وكان صغير السن سعد بن معاذ هو سيد قومه انظر إلى ما قال النبي إن عرش الرحمن اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ الملائكة حملت سرير سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه تكرمة لسعد عندما قدم على ربه جل في علاه وهو يدعو ويقول صادقة هذه حقا الإيمانيات التي كانت تأثرت بصدق الأخوة في الله قام فقال اللهم إن كنت أبقيت حربا للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش فابقيني لها وإن كنت قطعت الحرب بينها وبين قريش فاقبضني إليك ولكن لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريضة فحكمه الله فيه حتى قال الله عن السلام حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة سعد بن معاذ أسره الأخوة في الله شوف هو يجلس مع الأنصار يعني يجلس مع الأنصار يأتي سعد بن معاذ لا لا يشوش لكن يقول اذهب إلى مكانك من أردك مننا يأتيك نحن لا نعكر عليك صفوك ولا ولا نظلمك فيقول له اسمع فإن كنت تريد الحق فاسمع ذلك فإن أحببته هذا الذي نتمناه من الله وقد كان مصعب بن عمير فعلى ذلك لله أسلم كثير من الأنصار في المدينة على يديه انظر سر الأخوة في الله يعني بعد مع غزوة بدر الغزوة الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفران والخزلان فإن مصعب بن عمير يمر فيجد أخاه مكبلا مسلسلا ومعه أنصار يجره فنظر عليه فوقف الناس جميعا توقفون ينظرون يشرئبون كأني أقف أنا الآن وأنظر إلى الغيب مصعب بن عمير يقف وأخاه أمامه وهو مكبل يعني الذي يجول في الخاطر أنه سيقول الأنصاري خفف فإنه أخي كرامة لي لا لا أنظر للأخوة الصديقة حقا التي زرعها الله في القلوب قال له قال الأنصاري قال أخي أجدد على يدي هذا الرجل إن أمه غنية ينظر أخوه إليه متعجبا يقول يا مصعب أنا أخوك قال له هو أخي من دونك يا لله العجب على مثل هذه الإيمانيات أو هذه الإيمانيات التي زرعت في القلوب بسر الإخاء الصادق فكانوا كذلك لذلك الله جلال فعله حماهم وسمى بهم إلى المعالي ومكن لهم في القلوب قبل البلاد مكن لهم في القلوب قبل البلاد ما رأهم أحد إلا أحبهم وما جالسهم أحد إلا إلا تأثر بهم قال هو أخي من دونك انظر إلى الأخوة في الله ولكن انظر أيضا لو ضربت بعيدا انظر في سر الأخوة في الله ومحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وبينهم أخوة عم هو سيدهم هو أميرهم هو كبيرهم هو نبيهم هو خير الناس أجمعين هو الذي زرع فيهم هذه الأخوة من الله يدل في علاه كان سببا في الالتآم بعد الوحشة بعد القتال بعد التراشق بعد الترامي بالهجاء صاروا يداً واحدة صاروا يداً واحدة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزة موتة قال لا يأتي مع الأنصار أحد ثم قال أما كنتم ضلالاً فهداكم الله به أما كنتم تتقاتلون فلما شملكم ربي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ويقولون الله ورسوله أمان الله ورسوله أمان الله ورسوله أمان الأخوة في الله فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت الثائرة وجاءت يعني التحذبات يعني شعار التحذبية أو شعار الجاهلية أو النعارات القبلية التي لابد أن تدب لأن الإنسان بشر بشرية الإنسان تغلب عليه في بعض اللحظات يضعف تأتي وسوس الشيطان أو التحريش بينهم كما يعني تمناه الشيطان فحرش بينهم سكع مهاجري أنصاري فقال يعني الأنصاري يا للأنصار مستنصرا ثم لما رأى ذلك المهاجري قال يا للمهاجرين فاجتمع الحيان وكاد القتال يدور بينهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وهو الذي كما قلت أسس الزرعة بفضل الله جل فعله وبمن الله جل فعله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم فقال مغضبا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهوركم يعني التناحر والتحاسد أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهوركم ثم قال دعوها دعوها فإنها منتنة وخفض الحيان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدبروا لا تباغدوا لا تحسدوا كونوا عباد الله إخوانا صدق الأخوة في الله هدأ الحيان هدأ الحيان وأعجب من ذلك وربي في سر الإيمان بصدق الأخوة في الله طبعا أعلى الأخوة أن تكون بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وإمامهم فإن عبد الله ابن أبي بن سلول لما حدث هذا التحريش من الشيطان وهدأهم النبي قال أقالوا ذلك والذي نفس بيدي يعني لإن رجعنا للمدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل الخبيث البئيس التعيس يعني يقصد الأعز هو ويقصد الأذل الطرف الآخر سيد الناس أجمعين نبي الرحمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خاب وخسئ هذا الخبيث المنافق البئيس التعيس لما قال ذلك قام عمر الخطاب قال دعني أضرب عنك هذا المنافق قال لا لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول انظر إلى صدق الأخوة في الله أنا أبيع أمي أبيع أبي أبيع أخي إن كانوا على بعد الدين وأشتري أخي الذي قد ربط الله بينه وبينه المحبة في الله الآن تنحر وتحاسد وتضابر هذا ارتقى منزل فق منزلتي وهو لم يكن بكفاءتي هذا أخذ عملاً من عملي هذا يشتهر والناس يعرفونه ويسمعون له ويجلسون في دروسه وترى الحسد والحقد يملأ القلوب لذلك نحن في ضغطة ما يعلم بها أن الله جلال فيه أتتسألون لما كورونا تتسألون لما لما الضنك في العيش تتسألون لما الضغط على الأمة الإسلامية انظروا إلى المعاني الإيمانية التي ذابت واندصرت وانتحرت وانتهت لابد أن تتنامى عود على على بد صدق الأخوة حمل عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سرور يذهب إلى نبي يقول يا رسول الله علمت المدينة أنني أبر الناس بأبي وإني سمعت أنك أمرت بقتل أبي يا رسول الله أدخل النار بذلك قال له إني أبر الناس بأبي فإن وجدته مؤمناً قد قتل أبي وهو يستحق الكافر أبعده الله وهو يستحق لكني لما أراه يمشي على الأرض أمامي أقتله أقتل مؤمناً بكافر وأدخل النار رحمه النبي صلى الله عليه وسلم يا للرحمة يا للعجب رحمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل أحسن صحبة أبي لا بل أحسن صحبة أبي أنا أقول أولاً شوف الشاهد في صدق الأخوة هو يخشى مع بره أن يتعدى على أخي الله في الله مؤمن فيستلزم النار أو يقول قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكافر قد وقع في النبي شوف النبي برحمته قال لا بل أحسن صحبته الأعجب من ذلك ما سكت أخذ السيف وشهره ووقف على باب المدينة قال والذي نفسي بيده إنك لن تدخل هذه المدينة حتى يأذن لك رسول الله هو الأعز وأنت الأذل الإيمانيات تحرك الجبال تهدهد تزلزل تجعله كثيبا مهيلة الإيمانيات بسر الإخاء وصدق المحبة في الله تبني المجتمعات وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة نسأل الله للفعلان أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وفق الله الجميع لكل خير وبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته